أهلاً وسهلاً بحضراتكم كتير من الأهالي بيسألوني يا ترى نشك إزاي إن ابننا عنده سكر لو لقينا الطفل بيشرب ميا كتير بيروح الحمام كتير فيه فقدان في الوزن بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة فيه التهابات فطرية بتجيله بصورة متكررة لازم الأم تشك إن ابنها ممكن يكون عنده السكر ساعتها هتتوجه للطبيب اللي هيعمل فحوصات معملية اللي ممكن بيها نؤكد وجود أو تشخيص السكر المعامل دي عبارة عن إنه لو كان السكر الصايم 100 أو أكتر السكر التراكمي 6.5% أو أكتر السكر فاطر أو عشوائي 200 أو أكتر كده بنتأكد إن الطفل عنده السكر السؤال اللي بعد كده طب يترى إيه نوع السكر ده؟ النوع الشائع في الأطفال الحقيقة هو السكر من النوع الأول وده بيبقى خلل مناعي مش معروف سببه إيه؟ بيهاجم الجسم خلايا بيتا للبانكرياس اللي بتفرز هرمون الإنسولين الإنسولين ده هرمون مهم جداً بينظم السكر في الدم وبيساعد على دخول السكر الخلايا وتحولها لطاقة لما بيقل إفراز الإنسولين بيبتدي يحصل خلل في السكر النوع الآخر من السكر اللي بدأنا نشوفه كتير اليومين دول هو السكر من النوع الثاني اللي هو المفروض كان زمان بنقول أنه ده سكر بيحصل في الكبار دلوقتي بقينا نشوفه في المراهقين وفي الأطفال في سن البلوغ بالذات اللي عندهم وزن زايد أو سمنة والتخزية بتاعتهم غير سليمة ومش بيمرسوا رياضة بصورة كافية بيبتدي يحصل هذا النوع من السكر النوع ده الحقيقة ممكن ياخد إنسولين وممكن في بعض الأحيان يعتمد على الأقراص طبعاً الأقراص اللي هي أو العلاج بالفم اللي هو متاح في الأطفال لأنه كل سن له الأدوية اللي ممكن يستخدم فيها وكمان فيه علاج حديث دلوقتي بقى علاج عن طريق الحقن مرة يومياً أو مرة إسبوعياً بيساعد على انضباط السكر في الدم ده طبعاً مش لوحده علاج السكر بيكون بعاه لازم تغذية سليمة ممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة لمستويات السكر في الدم النوع الثالث ممكن اللي بيحصل في الأطفال تحت سن ست شهور ده ما بيبقاش لنوع أول ولا نوع تاني ده بيبقى نوع اسمه النوع الجيني وده الحقيقة نادر جداً وساعات بيبقى معاه بعض كده اضطرابات أو بعض عيوب خلقية في الجسم وفي بعض أنواع منه ممكن تستجيب على العلاج الدوائي بالفم وأنواع الباقية لازم برضو الطفل ياخد إنسولين طبعاً في نوع رابع اللي هو سكر بنسميه سكر ثانوي اللي هو الطفل مثلاً بيكون بياخد أدوية أدوية دي على سبيل المثال الكورتزون أي أدوية فيها كورتزون بجرعات كبيرة لمدة طويلة لأنه الكورتزون بيقاوم عمل الإنسولين فبيبقى فيه نوع من النقص النسبي للإنسولين في الجسم فبرضه بتظهر أعراض السكر بعض الأدوية المثبتة للمناعة اللي بتتاخد في الأورام المختلفة برضو ممكن تعمل نفس التأثير فيه حاجات أخرى بقى أقل يعني شيوعاً في سن الطفولة والمرهقة زي سكر الحمل ده طبعاً ممكن يحصل وفيه سكر نتيجة أمراض خاصة بالبانكريس إنما دي هي الأنواع الشائعة زي ما قلنا النوع الأول هو الأكثر شيوعاً في الأطفال وقلنا طرق علاجه وبقى فيه دلوقتي أسليب تكنولوجيا حديثة ممكن بيها ندي الإنسولين عن طريق أقلام زكية أو عن طريق أقلام متوصلة بأجهزة قياس سكر اسمها الحساس أو مضخات الإنسولين اللي ممكن الإنسولين ده يتحط جوه خزان جوه المضخة ويتم برمجة المضخة على ضخ كميات من الإنسولين مناسبة لأكل الطفل ولمجهوده ولطبيعة حياته وممكن برضو تكون متوصلة بحساس الحساس ده بيدي معلومات عن قياسات السكر عشان المضخة تقدر تعدل من جرعاتها بناءً على البيانات اللي جاية لها من الحساس التغذية زي ما بنقول دايماً هي التغذية الصحية لأي طفل صحي لا يوجد حرمان في السكر في الأطفال إنما احنا بننظم الوجبات بنعلم الأهل إزاي يحسبوا النشويات علشان نقدر نعدل جرعات الإنسولين بناءً على أكل الطفل وبناءً على المجهود المبزول من الطفل المستويات المقبولة إن يكون السكر من 70% ل180% في معظم الوقت في 75% من الوقت وإن يكون الهبوط اللي هو تحت 70 ميلي جرام يكون أقل من 5% من الوقت وأن الارتفاع فوق 180% ما يزدش عن 25% من الوقت كده نقدر نحمي الطفل من حدوث المضاعفات سواء المضاعفات الحادة أو المضاعفات المزمنة طويلة المدى شكراً لحضراتكم بتمنلكوا دايماً صحة سعيدة وإحنا بنحتفل بيوم السكر العالمي أستاذة دكتورة شرين عبد الغفار أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء جامعة القاهرة شكراً جزيل ترجمة نانسي قنقر